مستوى عيش المواطنين وجها لوجه تقف المملكة المغربية أمام امتحان مالي صعب بغية الحصول على قرد من صندوق النقد الدولي بعد إدراجها في اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية بفعل تورطها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفد من خبراء مجموعة العمل المالي الدولية مرتقبون في الرباط مطلع العام المقبل لتتبع ماذا تنفيذ خطة العمل الإصلاحية المتفق عليها سابقا مع السلطات المغربية لاتخاذ قرار بخصوص إسقاطها من اللائحة الرمادية للتعاملات المالية المشبوهة وغير القانونية في سياق الأزمة المالية الحرجة التي تعيشها المملكة المغربية تعول حكومة عزيزة خنوش كثيرا على تجاوب الوفد الدولي مع إصلاحاتها لمنحها رخصة طلب قرد من صندوق النقد الدولي لإنقاذ التوازنات المالية المغربية المختلة وسبق لمجموعة فاتفة المختصة في حماية الأنظمة المالية من النشاطات الإجرامية أن أعلنت شهر أكتوبر الماضي عن إبقاء المغرب في اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ما أضعف حضوظ المملكة في الحصول على قرد من المصارف الدولية زيارة تكشف على طبيعتها مدى ارتهان النظام المغربي للخارج وقد بات يعلق استقراره المالي على قروض المصارف الدولية التي أوصدت أبواب خزائنها في وجه دولة مدانة بجرائم غسيل الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية ترجمة نانسي قنقر